السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما كتشوفوا امامنا هاد المفكات القديمة اللي كناك نستعملوها او التستور فهناك اشكال كثيرة وانواع متعددة فاليوم ما شريت انا هاد المفك الجديد اللي غضي نشرح لكم لاستخدامة ديالو فكما كتلاحظو مباشرة بعد الامس المفك يعني كي تشعل المصباح بهاد المفك كي مكلنا نستيو المصباح يعني واش مزيان ولا محرك هاد المصباح مزيان كي لنا كذلك نستيو هاد المصباح الصغير هاد شكل كي ما كتلاحظو مزيان كي لنا كذلك نستيو الخيوط بهاد شكل عارفو هوش مزيان هاد شكل كي ما كتلاحظو مصباح كيتم مباشرة بعد اللمس عندما كتلاحظو هاد الخيط مزيان جربو هاد الخيط فما كتشعلش اذا هاد الخيط ما مزيانش السبب وهو انه مقطع من هاد الناحية كي ما كتلاحظو كذلك يمكن لنا ان تستيو الطيار الكهربائي هاد الشكل يعني كي ما كتلاحظو فهنا يمكنش الكهرباء اذا هذا هو القطب السليب وهنا كي ما كتلاحظو فهذا هو القطب الموجب كذلك يمكن لنا يعني ان تستيو الكبل من الخارج يعني محتاجوش ان انا نقشروه او فيمكن لنا نعرفو اذا كان فيه الكهرباء كما كي يبليكم بهذا الشكل فهو يعني ممكن يلعب دور دي المستشعير دي الكهرباء كما كتلاحظو فالمصباح كيتنور بهذا الشكل اا يمكن لكم يعني في حالتي لما رقتوش هاد التيستور هاد المفك تصنع هاد جهاز اللي انا قمت بصناعته فهو يعني كيلعب دور ديال هاد المفك اا يعني القناة وكذلك بتفعيل الجرس وكذلك ما تنسوناش بتعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته